السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع هذا القبر الذي يتحدث عن الأميرة أهالة النور بنت هاشم ابن الحسين وكانت الأميرة أهالة النور بنت هاشم قد ظهرت في حفل ذفاف ابن عمها الأمير الحسين ابن عبدالله والي عهد الأردن وكان لظهورها الأسر الطيب في أن تلفد انتباه كل الحضور برغم أنها ما دلت في عمر الظهور وتبلغ من العمر 16 عاما لكن مظهرها الراقي وجمالها المميز وحشمتها وأدبها أكد أنها بالفعل ابنة أمير وجدها ملك من هي الأميرة هالة النور بنت هاشم هي الأميرة هالة النور هي ابنة الأمير هاشم ابن حسين كبير أمناء الدوان الملك لاشمي في الأردن ولدت في عام 2007 وتبلغ من العمر 16 عاما وهي الطالبة في الصف الثاني السنوي ولدى الأميرة أربعة أخوة من نفس الأم والأب وخمسة أخوة من دوجات أخريات لوالدها تمتلك الأميرة هالة النور هاشم جمالا لافتا وقد تم تداول عدة صور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة بعدما أظهرت إطلالاتها النعيمة الراقية في حفل زفاف ولي العهد الأردن الأمير حسين وقد ارتدت الفنان الأميرة فستانا من بيت الأجزاء الشركي للمصمم السعودي قاسم القاسم وكان لون فستان زيتيا من الحرير والشفور المطرس ويمكن القول أن الأميرة هالة النور هاشم تلقي بذلالها على الساحة العامة في الأردن وربما يكون لديها مستقبل في حيها العامة والسياسية في الأردن وذلك بناء على طريق عائلتها وموقع الاجتماعي والسياسي وجدير بالذكر أن الأميرة هالة النور هاشم تتمتع بشعبية كبيرة بين عامة المجتمع في الأردن وخارجه ويعتبر الكثير منهم معجبين بجمالها وأسلوبها وشخصياتها رخوية وقد قامت بالعديد من الأعمال الخيرية وشارقت في العديد من الفعالات والمناسبات الهامة في الأردن وخارجها ونستطيع القول أن الأميرة هالة النور لا تزال في مرحلة الدراسة والتعليم ويجب عدم التركيز فقط على جمالها بل يجب النظر إلى إمكانياتها ومساهماتها في المجتمع الأردني والعالمي كل توفيق لها في دراستها وفي كل ما تصب إليه دائما الأسرة حاكمة في المملكة الأردنية الهاشمية تظهر أمام المجتمعات العربية والعالمية بمظهر يريق بتاريخها العريق وبحضرتها ورقيها وأدبها وجمالها وكل الأميرات كانت جبيلات كانت متوضعات برغم جمالهم الفائق ومظهرهم الراقي لكن الأدب الملكي الذي تربوا عليه جعلهم ينالون الرضا والقبول من كل من شاهدهم كل التحية للأمير أهل تنور بن تهاشم كل التحية للأسرة حاكمة في الأردن ونبارك للعريس ولي العهد وحفل زفافة الذي خرجه بأسلوب متحضر حضره العديد من موسيل دول العالم الغربي والعربي وما زالت أجواء حفل زفاف الأمير الحسين ولي عهد الأردن في كل مكان الجميع يكتب عنها وجميع يعلق على ما شاهده من رقي وحضارة وتطور وبرك الله لكم وبرك عليكم وجمع بينكم في خير ومعلى خير إن شاء الله